وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة من ضبط 500 قضية تموينية بمضبطات بلغت 731 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 635 طن كما تمضبط 91 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 734 قضية من بينهم 184 قضية خبز نقص الوزن و112 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت قرابة 132 طن أقمح محلي